أهلا بكم متابعين الأبطال تشاهدون اليوم الظلم المرعب الذي هاجم أحد الأطفال إلى متجر الألعاب المسكون في المكسيك وحتى المنزل المسكون بأجباح غاضر والكثير من المقاطع المرعبة تصحبكم ولاء محمد فقط مع العالم الخفي هذا الطفل يجلس مع جده بالمنزل الخاص به ولكنه يخاف كثيرا أثناء ذهابه لدورة النياه ليلا ولأنها منفصلة عن الغرفة وتقع على الجانب الآخر منها فيضطر الطفل للسير ليلا حول الغرفة للذهاب لها وبأحد المرات قام بتشغيل الكاميرا ليصور معاناته ببيت جده ولكن ما تمكن من تصويره شيئا مفزعا فلقد التقط كائنا أسود اللون يطل عليه من خلف جدار وسرعان مختفى استمر الطفل في تصويره ويبدو أنه لم يره حينها لكن المرعب قادم فبينما يصور الطفل كل تفاصيل المكان وحينما التفت نحو الجدار الذي اختبأ ذلك الكائن خلفه ظهر فجأة جسما ضبابيا أسود غير واضح المعالم هجم على الطفل وأسقطه أرضا وتعالت صرخاته بعدها أغلق التسجيل فماذا تعتقدون أن يكون ذلك الكائن؟ ولما يهاجم الطفل بتلك الوحشية؟ شاركوني بآراءكم محقق الخوارق هذا قام بزيارة أحد المنازل المسكونة بإنجلترا قرر وضع كاميرا أمام إحدى النوافذ التي تفتح وحدها وترك الكاميرا تعمل طوال الليل وفي النهار اكتشف شيئا مرعبا فلقد تحركت تلك القطعة المعدنية من أمام النافذة ثم فتحت وحدها الغريب أن هذه النافذة بالطابق الثاني ومن الصعب فتحها بخيط أو حتى سلك لأنها تفتح للخارج فهل ذلك المشهد من كائنات ما وراء الطبيعة؟ العلم هند الله في هذا المقطع نرى حيوانا يتجول ليلا بإحدى الغابات وكل شيء على ما يرم وفجأة أصبحت الأمور أكثر رعبا فلقد ظهرت عيون مرعبة تضيء بين الشجيرات البعض ممن شاهد المقطع يعتقدون أن تلك العيون تعود لحيوان البيكفوت والبعض يعتقد أنها عيون زئب كبير ولكن لا أحد يعلم على وجه التحديد لمن تكون تلك العيون المرعبة هذا الفيديو تم نشره على إحدى قنوات اليوتيوب تحت اسم ثلاثة طلاب في استكشاف قام الشباب باستكشاف إحدى مواسير الصرف الصحية المهجورة في لوس أنجلوس هبط الشباب داخل تلك المصورة ونزلوا لعمق كبير وأثناء تفقدهم سمعوا أصوات غريبة بدأوا يتشككون فيما سمعوه للتو وقرروا المضي في طريقهم في أعماق النفق ولكن الظلام كان حالكا فقاموا باستخدام أعواد مضيئة لتساعدهم في الرؤية وبينما كان أحدهم يلهو في الظلام بتلك الأعواد حدث شيئا مرعبا فلقد ظهر خلفه مخلوق شاحب ومرعب وحينما لمحه صديقه فر للخارج مفزوعا فهل ذلك المقطع حقيقي؟ وهل تلك الكائنات الشاحبة تسكن باطن الأرض؟ أم لربما هي خدعة تم تحريرها؟ شاركوني برأيكم في التعليقات في الفلبين توفي طفل صغير عمره سبع سنوات وتم وضع جسده داخل نعش بإحدى الكنائس لمدة 24 ساعة حتى يتمكن كل أقاربه من توديعه قبل دفنه وحول النعش الخاص بالطفل وضعت العديد من البالونات البيضاء المرعب والغامض أن واحدة من تلك البالونات بدأت بالتحرك وحدها وتسير وكأن شخصا يمسكها ظلت تتخطى جميع المتواجدين حتى اقتربت من الكرسي الذي تجلس عليه الأم الحزينة وظلت تدور حولها طوال الوقت وكأن طفلها الصغير أتى بجانبها ليواسيها هنا فهمت الأم رسالة صغيرها وظلت تبكي حزنا على فراقه حقا يا له من شيء عجيب صاحبة هذا المنزل أحست بأشياء غريبة تدور في مطبخها ليلا فقامت بترك كاميرا لتصور ما يحدث بالليل فالتقطت الكاميرا ما تشيب له الرؤوس في البداية تحرك شيئا ما ليدخل بداخل إحدى التواليب ثم تحركت يد إحدى الأواني على الموقد بعدها تم إشعال الموقد ذاتيا واشتعل الموقد وزادت حدة النار بشكل غير طبيعي فهل تلك تعتبر صورة من صور تسبب الجن في إشعال بعض الحرائق بالمنازل؟ عفان الله وإياكم هل تتذكرون متجر الألعاب المسكون في المكسيك؟ والذي ظهر به شبح لطفل صغير في غرفة الألعاب أثناء لعب أحد الأشخاص بنفس المكان حدث معه شيئا مرعبا بشكل لا يصدق ففي المساء وبينما كان أحد الأشخاص يغفو على الأريكة حدث خلفه شيئا مخيفا بدأ التلفاز بالعمل ثم بعدها بثواني بدأ يتقدم تجاه الرجل النائم بشكل يسير الفزع ثم توقف التلفاز عن العمل وصدر بالمكان صوتا قوي استيقظ حينها الرجل ولكنه مفزع حينما رأى التلفاز بجانبه وهرب للخارج تلك الفتاة تقول أنها كانت جالسة مع والدتها بمنزل والدها المتوفي تستعيد بعض الزكريات وتشاهد الصور التي تجمعهم سويا وفجأة حدث شيئا مرعبا فلقد شاهدت ظل شخص يقف أمام النافذة من الخارج وحين اقتربت لطرع من يكون لم تجد أي أحد وعلى الرغم من ذلك حينما تبتعد قليلا تجد نفس الظل لكن العجيب الذي تعجبت منه الفتاة هو انعكاس يد ممسكة بيدها بشكل أصار زعرها فهل من الممكن أن يكون ذلك الظل لوالدها؟ شاركوني برأيكم تلك الفتاة مزعورة لأن الصنبور فتح وحده وحين تغلقه يعود للعمل مرة أخرى من تلقاء نفسه لكن المرعب حقا قادم شكل أكثر Dr. Kostler It's Mary It's happening again The water just came on I'm hearing noises My dogs are going crazy Yes, yes I'm calm I'm hearing stuff in the kitchen In the bedroom I don't know what to do Oh my god The water just turned on I'll call you right back فبينما تتجول بمنزلها مرتعبة سمعت كلبها ينبح بصوت عالي ثم حدث دجيجا عاليا وبمجرد أن التفتت الفتاة لطرق صدمت من الفوضى العارمة التي عمت كل أرجاء المنزل وكأن إعصارا ضرب المكان يا له من منزل مرعب أخرى وفي النهاية أتمنى أن تنال المقاطع أعجابكم في أمان الله